لقد توصلنا في الفيديو السابق إلى حد أعلى معقول لسعر التسوية للذهب الممتد لعام واحد وذكرنا أن هذا الحد يبلغ ألفا ومائة وخمسين دولار مجتملا على السعر الفوري مضافا إليه معدل الفائدة على اقتراض الألف دولار زاء التكاليف الاحتفاظ به ما أريد القيام به في هذا الفيديو هو التوصل إلى حد أدنى معقول وللقيام بذلك دعونا نفترض أنه بدلا من أن يكون سعر التسوية الآجل يساوي ألفا ومائة وخمسين دولار دعونا نفترض أن سعر التسوية الآجل يبلغ ألفا وخمسين دولار وفي هذه الحالة يبقى هذا السعر أيضا أعلى من السعر الفوري ولكن دعونا نفكر بها من وجهة نظر شخص يريد أن يحتفظ بالذهب لسنة لنفترض أنك هذا الشخص الذي نتحدث عنه وتمتلك الآن ألف دولار تريد أن تستخدمها في شراء الذهب وبما أنك تريد أن تحتفظ بالذهب على المدى البعيد فلديك خيارين يمكنك شراء أونسة ذهب الآن بالألف دولار التي تملكها وسيكون لديك بعد سنة من الآن أونسة الذهب إضافة إلى تكاليف الاحتفاظ التي قد تدفعها للتأمين عليها إذن سيكون لديك بعد سنة من الآن أونسة من الذهب ناقص خمسين دولار والتي ستدفعها كتكاليف للاحتفاظ بها ويتمثل الخيار الآخر في أنك لابد من شراء أونسة الذهب بالألف دولار التي تملكها الآن يمكنك أن تستثمرها في شراء سنة خالي من المخاطرة لنكتبها هنا وفي الوقت ذاته توافق على أن تكون المشتري عند سعر التسوية الآجل في العقد الآجل الممتد لسنة من الآن أي توافق على أن تكون المشتري عند سعر ألف وخمسين دولار بالتالي إذا انتقلنا إلى ما بعد سنة من الآن ستحصل على فائدة بنسبة خمسة بالماء بعد الاستثمار في السند الخالي من المخاطرة الذي اشتريته بألف دولار ما يعني أنك ستحصل على ألف وخمسين دولار وهذه الخمسين دولار هنا هي عبارة عن الفائدة التي تحصل عليها جراء استثمارك في السند ومن ثم يمكنك استخدام مبلغ الألف وخمسين دولار لشراء أونسة الذهب التي تم تحديد سعرها من خلال موافقتك على أن تكون المشتري في العقد الآجل إذن تقوم بشراء أونسة الذهب بالمبلغ الذي حصلت عليه وفي كلتا الحالتين وفي كلتا الحالتين تمتلك في النهاية أونسة الذهب بعد سنة من الآن بدءا باستثمار الألف دولار التي تملكها ولكن في هذه الحالة تمتلك أونسة الذهب دون دفع تكاليف الاحتفاظ ولكن في هذه الحالة تمتلك في النهاية أونسة الذهب إضافة إلى أنك ستدفع تكاليف الاحتفاظ إذن أصبح من الواضح أنه إذا أراد شخص عاقل أن يشتري ذهبا على الأجل البعيد فإنه سيقوم بهذه الطريقة والتي تمكنه من إدخار خمسين دولار على مدار السنة وبالتالي إذا أراد الجميع القيام بهذه الطريقة أن يريد الجميع أن يكونوا المشترين هنا بالسعر الذي نتحدث عنه هنا وهو ألف وخمسين دولار والذي يقع هنا على هذا المنحنى فقد كان سعر الفضة في المثال السابق مرة أخرى إذا أراد الجميع أن يكونوا مشترين في العقود الآجلة سيرتفع السعر هنا وسينخفض عدد المشترين بعقود السعر الفوري الأمر الذي يؤدي لإنخفاض السعر الفوري إذن يبدو هذا السعر بشكل عام منخفضا للغاية ولهذا وفي حال كان المشتري على الحياد سيكون هذا السعر أعلى بمقدار خمسين دولار لأنه عند إضافة خمسين دولار إلى هذا السعر سيصبح هذا السعر معتدل تماما إذن في ظل هذه المعطيات فالحد الأدنى المعقول هو ألف ومائة دولار هو بشكل عام لقد ذكرنا في الفيديو السابق أن الحد الأعلى المعقول هو عبارة عن السعر الفوري زائد تكاليف الاحتفاظ ومعدل الفائدة على القرض ويتضمن الحد الأدنى المعقول السعر الفوري زائد معدل الفائدة الخالي من المخاطرة وتكاليف الاحتفاظ إذن بشكل عام يكمن الفرق الوحيد بين الحد الأعلى والحد الأدنى في معدل الفائدة هذا ومعدل الفائدة هذا وإذا تساوى هذين المعدلين فلن يختلف السعر المعقول بمعنى إذا كان معدل الفائدة هنا يساويان عشرة بالماء فإن السعر المعقول يبلغ ألف ومائة وخمسين دولار أو إذا بلغ خمسة بالماء فإن كل من الحد الأعلى والأدنى سيكون ألف ومائة دولار ترجمة نانسي قنقر